آنهم أوجه رسالة للكتل سواء دولة القانون أو العصائب صدقوني الكل يعمل على كسر هذه الإرادة حتى خارج الإطار لأن الكل يعلم الإطار زائد دولة القانون دولة الإطار العفو دولة القانون زائد العصائب دولة القانون ناقص دولة ناقص العصائب لا دولة مما يقولون أكو معركة بين الدولة ولا دولة صدقني يدخلون في مرحلة تشضل لأن صمام الأمان صمام الأمان للدولة العراقية هذه القوة برهل لي هاي المعادلة لكن قبل لكن برهل لي هاي المعادلة الآن على الأرض للحكومة الحالية العصائب ودولة القانون دولة إذا اتحدوا مع بعضهم الآن متحدين مع بعضهم أعطينا النتاج الآن حتى تصبح الحقيقة واضحة يصدقها الناس أعطينا هذا النتاج كما تعتقد أنت أو كما تراه شوف إحنا درسنا إحنا درسنا درسنا وجنابك إعلامي بأن الإشاعة تصدر لأجل شيئين شيء من خلال فرض إرادة واستنتاجات مستقبلية من خلال فرض الإرادة هاي يريدوا يشوفون مدى المستوى مرات أنت ذات تريد تكتشف عدوك تريد تكتشف عدوك سولف ويصة يم على شخص من يبدأ يطلع الكلام يسمونه استنتاج استنطاق الجماعة جاء يفرضون إرادة وإشاعة لأجل فرض إرادة واستنتاجات مستقبلية لأجل تدمير هيكلية وقوة وعصب وعمود فقري للإطار الإطار بدون العصائب من دولة القانون لا شيء أنت الآن تتحدث بقضايا خطيرة بالألغاز والله مو حوار الطرشان والله أنت عرفك اللي زين والمتلقي عرفك اللي زين أنا الآن أنا أسمي المسميات الجماعة الذين أنت تعنيهم يريدون ضرب دولة القانون بالعصائب هل ستذول منهم الجماعة وما هي المصلحة وأنا كنت قد سألتك بالتوصيف الذي تقول به ماذا أنتج هذا التحالف حتى الآن الآن شمتج هذا التحالف حتى قد يكون هناك ناس عميان ما تعرف بسروهم حتى يفهم رح أنطيك رح أنطيك موضوعين رح أنطيك موضوعين الموضوع الأول قوة داخل الإطار وخارج الإطار القوة القوة اللي داخل الإطار قوة ضعيفة مضمحلة متلاشية آية للنهاية أو قد تبرز بالفترة الأخيرة أنا هذا مجرد نظرية إلي يعني ما أريد أفرضها على الآخر القضية الأخرى تتفرع الشقين الشق الأول كتل السياسية الخارج الإطار تحاول إضعاف الإطار من خلال ضرب القوة القوية داخل الإطار لأن تدري الموازنة لو لا إصرار الإطار على تمضيتها بواقع الحال الموجود هنا والمستقبلي يعني 20% 30% أنا أتوقع بالمستقبل هاي إليك وقلتها قبل أنا أتوقع من القائد العام للقوات المسلحة بالمستقبل بعد ما قوات حماية الإقليم حرس الإقليم بين قوسين البيشمرق انتشرت خارج حدود مناطق أنا متأكد بالمستقبل القريب رح يرجعها للخط الأزرق في حال عدم التطبيق يبدأ تطبيق القانون العسكري بها هاي نقطة جدا جيدة لو افتهم إلها الآخر القضية الأخرى بعض القوة السياسية تحاول إعادة بعض القوة السياسية الأخرى لأجل إعادة زعزعة واستقرار النسيج السياسي ولكن عدم أنا نصحهم بعدم العودة أو العودة والانضمام إلى الإطار حتى تكون قوة قوية أقوى من السابق اليوم الكل يعرف الكل يخشى من قوة الإطار متماسك ليش لأن راح أكون تدري هاي الدورة من أصعب الدورات وهاي هي رسم خارطة العراق الجديد مثلا راح يجي قانون قانون النفط والغاز هذا راح يفرض إرادة بالإرادة الموجودة بعض القوة السياسية خارج الإطار أو داخل الإطار اللي تتناغم مع قوة خارج الإطار أو زرعة داخل الإطار أو قوة أخرى ما تريد غير التوافق والمحاصصة ما تريد للإطار يقوى للإطار نصف زائد عشرين مو نصف زائد واحد إذن جميع القرارات والقوانين سوف تمرر بأغلبية مريحة جدا 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 إذن تطبيق نظرية فرق تسد هنا شنو؟ أنت قلت عبارة ذكرت مصطلح استخدموا البريطانيين أيام الاستعمار البريطاني سياسة فرق تسد بمعنى الآن الإطار يشتغل ضمن سياسة فرق تسد للوصول إلى أهدافه الكبرى؟ لا أنت قلت لا 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 أنا قلت سمعني سمعني خليكون كلامي دقيق أقول بعض المتواجدين داخل الإطار من يشاهد نفسه زعيم أو قائد وهو لا شيء بدون الإطار وخارج الإطار يحاول أن يفرض سياسة فرق تسد لإضعاف الإطار هيبة الإطار هيبة الدولة هيبة القانون هيبة الدستور أنا تدري أدري هذولة أصطر أنا أتحفظ على هذا المسطلح والله أتمنى ذولة ما ينتمون للإطار أنا أتحفظ على هذا